كان رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشعر بوليس فهمي قد أكد خلال الجلسة الختامية على أن الرقابة الدستورية تمثل جزءا مهما في عملية التنمية وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا حرص القائمين على المؤتمر على أن تكون الجلسات شاملة لمختلف الإشكاليات والتحديات أمام القاضي الدستورية فيما يتعلق بعناصر التنمية كان اجتماعنا هذا للتباحث بشأن دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الإفريقية وإيمانا منا بأن السلام الاجتماعي هو الأساس الذي تنهض عليه تنمية شعوبنا وأنه يقوم على ركيزة أساسية تضمن تحقيق المساواة بين سائر المواطنين لتكون المواطنة بما تحمله من الإقرار بتساوي الحقوق والواجبات بين أطياف المجتمع ومكوناته هي الدعامة الدستورية التي ترسخ له وتوطد أركانه فكان الحق في المواطنة هو موضوع جلستنا الأولى